قل لي أنت وانت بتروح تمامين بيوديك يا أبو حميد أنا بيوديدي با والدي والدي ربنا يخليهم لك طيب قل لي أنا عارف أنت بتقول شعر حلو للأم قل لي شعر للأم كده في قصيدة يا سيدي با عن الأم باس با اليوم يومك والعيد عيدك الله طب سمعني يا أبو حميد حاط اليوم يومك والعيد عيدك يلي تقول الجنة بإيديك لما ترت ربنا يرضى يغضب يا ويسبع تنهيدك يا مسهرت عصان تعبان وتسئين حنان بحنان لما يغيب بس سوية تابليني بالأحطان وصى رسول الله بإحسانك كمان وصانا القرآن قلبي ده دولك هدية والدنيا معاه برضو سوية يلي مليت القلب بحبك ليك مليون فضل عليك كانت ربي تحت أكتامك ورفع ربي لعسى مقامك وراهني صارتك يا حبيبتك ويكون عندك خدامك عيدك أبت موس يوم واحد وليول كده آسي وكيحة والقيقس على الأم يا ويلو موس يصف راحة يوم واحد وسكره برافو عليك برافو 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 طيب الشعر ده تلقلفتها وحمد؟ لاتها من القائي برافو عليك برافو عليك بس حفشته برافو عليك خدت وقت طويلة شان تحفظه؟ بس وقت طويلة شان تحفظ القصائد وانا اللي بألقيها والله بجد ربنا يبارك وردتك ويخليها لك يعني بجد عاملة معك مجهود كبير وانت بتحبها كثير طبعا انت عندك أخوة يا بحمد؟ عندي أختي واحدة لألسة دينا أكبر ولا أصغر؟ لا هي أصغر مني أصغر منك بتحب تحب تشاركها في حاجات بتلعبها مع بعض ايه بقى قول لي يعني بتشاركها كثير يعني حضرتك زي ايه مثل تلعبوا مع بعض فرقوا على التلفزيون مع بعض تسمعوا حاجة موسيقى مع بعض ايه زي ايه فقل لي كده يا بحمد بصراحة يعني يوم بنتفاقعة يعني بتدخل يعني قوضيتها عصانا ساقي الساقي اللي أنا قاعد فيها بقى نصاب تلات قوط أنا قاعد في قوطة مستقلة وهي قاعد في قوطة مستقلة من نفسها طبعا بتجي من جمعة تعبارة بتخلش تريع اه بس حلو حلو اني بقى يعني انت تبقى قريب من أختك كده واني انت دايما تبقى سندها ودهراها بحمد صح؟ طبعا 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 ما ملهاش غيرك ايه وخلي